هذا البرنامج في رعاية سيما السعودية للمعلومات الاتمانية مشاهد الكرام مرحبا بكم في حساب شخصي مديونة السجناهي موضوعنا هذا الاسبوع وقبل ان نبدأ الحلقة نشاهد هذه التجربة الشخصية اول اعتماد واول اهتمام لنا كنا وجدنا ان اللجان المختلفة تهتم باسرة السجين اكثر من السجين نفسه نحن قلبنا المعادلة وكان اهتمامنا في سنوات الاولى السجين شخصيا قسمنا اهتماماتنا اهتمام الاول للسجناء السعودين الاهتمام الثاني انه يجب ان كل من انتهت محكوميته او عليه مبالغ بسيطة من السجناء من اخواننا المقيمين ان احنا ندفع عنهم هذه المبالغ لانهم في اغلبهم عليهم احكام بالتسفير ندفع عنهم الخمسة الاف ثمانية الاف ستة الاف الى عشر الاف ريال ونقوم بعملية تسفيرهم بدل من ان يجلسوا في الحق الخاص فترة طويلة في السجن والقطاع الخاص يدفع سنويا لا يقل عن مية وستين مية وسبعين مليون ريال في سداد ديون المتعثرة للمساجين في محافظة جده الان من الحمد لله نحن نستطيع ان نسدد اجار اللي هي لأسر السجناء ليس كلهم للتسعمية ولكن على الاقل لمن يحتاجون منهم او فعليا لا يستطيعون دفع هذه الاجارات وجدنا تجاو رائع وجميل ومبهر من قطاع الخاص ومن رجال الأعمال اي عمل خير الناس تقبل عليه وكل حاجة ولكن لما نتكلم على 2 مليون و600 ألف مواطن هذه حتى الدولة تعجز نحن بنقول ان القروضة الاستهلاكية او الديون على المواطنين اصبح بثر كرة الثلج تتكلم عنها اليوم السنة القادمة تجدها اكبر واللي بعدها اكبر واللي بعدها اكبر ما لم تحل المشكلة من اساسه على وهو عملية رفع مداخيل المواطن مرحبا بكم من جديد بعد هذه التجربة الشخصية نستكمل حوارنا عن مديونيات السجنة استاذ محمد الان موضوع الديون هذه يعني المساجين هل انتم تشوفون فيها عملية ارتفاع ولا هي تتراجع مع مرور السنوات مع الزمن يعني هل هي بتزيد المبارغ لتسددون ولا بيزيد وعي الناس وتقل وتقل واضح طبعا قبل ذلك ودى ننوي لدينا برنامج للمحامين المتطوعين للعمل مع اللجنة ويمكن يقدم خدمات مثل هؤلاء إذا وجد أي مجال لإخراجه وحاليا هي حاليا اجتهادات وتعاون من لجان المحامين في الغرف التجارية ومبادرات شخصية لكن حاليا هناك نظام يسمى لائحة المحامين المتطوعين للعمل مع اللجنة يدرس الآن وعدة مواده وهناك لجنة مشكلة من وزارة الداخلية والعدل إضافة للجنة أيضا ممثلة فيها بحقنا بصحة المبادرة خاصة بهذه الموضوع تعمل لها ضوابط بحيث تعطي المزايا وحقوق وواجبات ترتب على المحامين أيضا من ناحية التزامة بمواعيد الاستئناف لا تفوت على السجين وإلى آخره فهذه الأمور ستخدم كثيرا منهم ما يتعلق بسؤالك عن المبالغ هل يتزيد ولا تتقلم عن المؤسس لا حقيقة للأسف أن المدينين كأفراد عددهم يزيد والديون معدلها يرتفع رغم جهود التوعية ورغم ولكن للأسف المغريات في الإعلان المغريات في الإعلان والضغوط في الإنفاق أي إعلان إعلانات البنوك وشركات التقصيط واشتري بدون مقدم وإلى آخره طبعا فيه جهات لديها ضمانات كالبنوك والجهات الصناديق الحكومية لكن هناك آخرون ليس أمامهم إلا اللجوء إلى القضاء يعني هل ممكن يشير في واحد أخذ قرض من بنك ويروح لشركة التقصيط يأخذ قرض يروح للمكان ثاني يأخذ قرض يعني يأخذ ثلاث قروط أو ثلاث توميلات من البنوك أعتقد أنهم مربوطين بنظام البنوك مضمون حقا نعم لكن من جهات أخرى ممكن لا تعلم البنوك عنها والبنوك أيضا ضمانها وتأمينها على راتبه يضمن لها قصدها لكن عندما يترك العمل وينقطع الدخل لا تبدأ المشكلة فيلجأ البنك أيضا إلى الشكوى طيب أستاذ فهد الآن موضوع الأثر الاجتماعي هل تشوف أنت أن النسبة هذه تأثر في المجتمع يعني بتزايد ولا المسألة بتقل في الحقيقة الآن اللي يظهر في ضغوط الحياة وفي ارتفاع الأسعار قد يكون الدخل أحيانا عالي ولكن بمقارنة بالمصرفات يكون ضعيف جدا ثقافة الأسرة أيضا لها دور كبير جدا أو الثقافة المجتمعية بشكل كبير أحيانا يدخل الشخص في نفق مظلم في الديون وهو يعلم أنه خطأ ولكن يرضخ تحت مطالب المجتمع كثيرا من الأسرة الآن في الإجازات الصيفية يحمل هم كبير جدا كثرة مناسبات الزواجات لازم يقدم ويساهم فيها فتكون أحيانا أضعاف راتبة أو السفر أو السفر أحيانا يسافر وأعرف أشخاص يستدين ضعف راتبة ببطاقات ائتمانية وغيرها لأجل يؤمن السفر فإذا رجع من السفر مدة 15 يوم أو 20 يوم يبدأ في تبعات هذا السفر مدة 4 أشهر أو 5 أشهر فتبدأ لإجازة التي تليها وهو ما زال لم يتنفس الصعدة من إنهاء القصة الأول إذن هناك ثقافة مجتمعية وعدادة مجتمعية خاطئة جدا للأسف هذه الثقافة تزيد كل ما وين الجهود الاجتماعية في وعي الناس أن كل واحد يعيش على قدة لا شك كيف نقدر نرسخ المفهوم في تقصير كبير جدا وأنا ألمسها كثيرا في الاستشارات هناك تقصير كبير جدا المفترض هناك منظومة متكاملة سواء وزارة شؤون الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التقاف والإعلام أو حتى الوزارة شؤون الإسلامية ممثلة في المساجد ومنابر الخطاب والغير الكتاف في الصحافة في الإعلام فيه تقصير كبير جدا حتى عقد مثلا جمعية التراحم لو كانت أبرزت جهودها بشكل كبير جدا وأعداد المسجونين وأسباب سجنهم أتوقع أنها كانت تؤدي دور كبير جدا في الإحجام عن هذا الشيء هناك كبير جدا حتى وزارة التربية والتعليم في التعليم العام حتى وزارة التعليم العالي في وضع مادة معينة لتأهيل الشباب المقبين على الحياة الجديدة كيف تستطيع أنك تعيش مع المجتمع وفق مواردك وفق مثلا الظروف التي تستطيع أن تعيش فيها هناك عزوف كبير الآن من الشباب من الزواج نظرت لخوفه من هذا الوضع فيقول دخلي يغطينا كشخص ولكن لا أستطيع أن أتزوج حتى ما يكون لك مثلا تبعات مالية كبيرة حاليا لأنه لا يستطيع أن يتمرد كما يقال على الظروف الثقافات المجتمعية الموجودة ولكنها يقول إذا تزوجت لازم أن يسائر المجتمع وهذه للأسف يعني تقافة يجب أن تزال ولكن لا تزال بمجهود فردي هي منظومة متكاملة على مستوى الدولة حتى يكون هناك أيضا تأثير كبير في جميع أن راح وزارة تربية تعليم وجد فيها وزارة تعليم العالي يجد فيها الأسرة مثلا وزارة السنوات الاجتماعية الإعلام المساجد تكون منظومة متكاملة حتى تقلل من الأثار وإلا للأسف نجد أنها تزيد وأثارها ترى في المجتمع الآن الجنوح الأحداث والسجون تدل على هذا الشيء كبير بفادر رجال الأعمال اللي يدعمونها كيف توصلوا لهم لأنني ما في نشوف فيكم إعلانات أو أولا جهود ذاتية أنتم تروحون تزورون رجال الأعمال اللي يتبرع أو اللي ما يتبرع وشلون تجمعونها للفلوس علشان تعطونها الناس وشالآلية نعم حقيقة نحن لدينا حملة تبدأ في منتصف شعبان لأن أكثر الدعم يأتينا من النخبة حقيقة رجال الأعمال والشركات والبنوك يدعمونها نعم يتم مخاطبتهم باختابات رسمية من قبل معالي الوزير وجزء منهم من قبل الأمين العام وإضافة لأن نعلن في الصحف أمس كان لنا إعلان في جريد الرياض وغدا فيه إحدى الصحف وأيضا نازل إعلان نعلن وإعلن حتى لن سبع إعلانات في الصحف ووزارة الثقافة والإعلام لها عضوية معنا في اللجنة التي ينفذ نحن الآن بصدد إنتاج برنامج تقومون زكاة أنتم صح؟ الزكاة يعتبر جزء منها؟ نعم لدينا فتوى من سماحة المفتي لجوة صرف الزكاة لهذه الفئات لأن لدينا مصارف الزكاة الشرعية أربع فئات الفقراء والمساكين الأسر الفقيرة والغارمين الديون وفي الرقاب أصحاب الديات فنحن مصرف شرعي من مصارف الزكاة أيضا لدينا أسبوع توعوي سنوي وحاليا نعمم على مستوى دول الخليج أسبوع التوعوي السنوي أصبح الآن أسبوع النزيل الخليجي يعرف ماذا هذه الأمور أيضا المدارس تخصص الربع ساعة الأولى من هذا الأسبوع في أول حصة لتعريف الطلبة بتوعيتهم للبعد عن قرن السوء وحتى البعد عن الاقتراض أيضا الجوامع الجمعة الثانية من شهر رمضان هناك تعميم وزارة الشؤون الإسلامية لكن اهتمامنا أكثر بالأسر نحث على دعم الأسر ورعايتهم أنتم منكم دور بالأسر المفرج عنهم والأسر صح؟ هم دورنا الأساسية الديون لا تشكل 10% من اهتمامنا ولا يشكلون 10% من نزلاء السجون وبالتالي الهم الأكبر لنا هو رعاية الأسرة وحمايتها من التشتد في ظل غياب عائلها حتى لا تنشأ قضايا وحوادث إنحراف مركبة في هذه الأسرة بدلا أن كانت حالة واحدة بسيطة ولهذا نتولى الأسرة الرعاية الشاملة بمساعدة جميع الوزارة الذات السيلة معنا وأيضا القطع الخاص وفي فروعنا في المناطق والمحافظات دائما نختار نخبة من رجال الأعمال والعيان يرأسونها وعضويتها وفي الأقسام النسائية أصحاب السمو الملكي ومراء المناطق رؤساء فخريين ويتابعون بأنفسهم من إنشاطات هذه اللجان وفعالياتها يحضرونها ويكرمون الداعمين ونحن حتى الآن نجد الكثير من التجاوب ولكن بحاجة إلى المزيد طيب أستاذ فهد الآن الأسر لما يصير بدون عائل لأي سبب كان هل الفرضية تكون الأم هي المسؤولة ولا يكون فيه جهود اجتماعية تساند هذه المرأة لأن تعرف أن المرأة قد تكون قليلة حيلة ما لها وظيفة مثلا أو حتى نكون موظفة بشكل بسيط كيف نستطيع نربط العائلة أنه ما تتفكك ما يصير فيها الخلل الذي ينتج بعدها عائلة تكون مشكلة في المجتمع طبعا المفترض أن المجتمع الصغير مثلا سواء مثلا الحي أو جماعة المسجد مثلا أو حتى الأسرة نفسهم للأسف نجد الآن بعض الأسر تمر بمحن كبيرة جدا ونجد تخلي من أرحامهم أصرا عمانهم أخوالهم الأقرباء الأقرباء يتخلون عنهم تريدنا في الاستشارات بعض المشاكل الاجتماعية من هذا النوع فأسأل طيب وين عمامهم وين موجودين وأحيانا عندهم ظروف أو موسرين ماديا ولكن للأسف هناك يعني ما في تكافل ما في تكافل اجتماعي ما في تواصل جيد ما في تراحم فعلا فالمفترض أن هنا يكون الأم قد تكون فعلا ضعيفة الحيلة بل وربما قد تكون ضحية أيضا لو أرادت أن تبحث عن مصادر دخل تأمين هذه الأسرة الجمعية الخيرية لها دور كبير جدا في سد هذا الاحتياج أحيانا قد يكون مثلا فعلا دور مثلا تواصل مثلا مع هي تتواصل مثلا مع خطيب الجامع مع إمام الجامع مثلا يستطيعه ممكن أن يتساعد معه هذا دور كبير جدا عليه شرعيا ونظاميا واجتماعيا أن يتحمل جزء كبير جدا منها إذا كان يستطيع أن يتواصل أقل الاحتمال التي يتواصل يخاطب لها هو يعني جهات مثلا داعمة أو محسنين حتى تستطيع أن الصورة واضحة هناك رجال أعمال ومحسنين يتمنون أن يصلون إلى المحتاج فعلا إذا كان محتاج بحق وحقيقة في ظل الظروف الآن اللي هو عدم وضوح الصورة بالنسبة لذي من يطرقون الأبواب أو عند الإشارات وغيره فهناك داعم يكثر يتمنى أن يصل فعلا للمحتاج الأم لا شكلها لا تستطيع أن تغطي ولا حتى عشر في المئة ولكن هناك دور اجتماعي كبير جدا وأيضا دور الأسرة وعصبة الأسرة نفسية كلهم دور جبيه كبير جدا لا يعدرون أمام الله سبحانه وتعالى في التقصير في هذا الجانب للأسف كما قلت هناك أسر أصبحوا ضحايا رب الأسرة قد يكون ليس في السجن ولكن لا يستطيع عندها إيراد وأقاربها حتى لا يستطيعون يقدمون لها الدعم أو المساندة قد يكون يكفي الزكاة أو يخرجونها يمكن قد يكفي الزكاة هذا فعلا مصر في الزكاة قد يستحق هو نجد الآن بعض المجتمعات أو بعض الوافدين لدىنا في السعودية عندهم ترابط اجتماعي كبير فلما يأتي مثلا قريب لهم يقدموا له قرض ويقدموا له معونة يقدموا له مثلا متابعة حتى يستطيع أن ينهض في بدل من يكون عالة يكون الشخص منتجه أبو فاهد الآن في مساجين مثلا مبالغهم كبيرة يعني مثلا 200 ألف 500 ألف مليون مليونين طيب أسرة اللي بره هذه كيف تعيش أنتوا تساندون وتدعمونهم ولا لازم يفرج عنها لا حقيقة أن الأسرة منذ دخول العائلة للسجن سواء في قضايا حقوق أو غيرها لا ننظر لنوع القضية نحن منطلقاتنا اجتماعية وإنسانية غب النظر يعني أبدا حتى الغير السعوديين إذا كان إقامتهم نظامية في البلاد وقضية عائلهم لا توجب الإبعاد بعد النهاء المحكومية نتولى رعايتهم أيضا منطلقاتنا إنسانية بحثة في هذا الجانب لا ننظر نوع القضية سواء كانت من القضايا البشعة أو القضايا البسيطة الأسرة والأطفال محل اهتمامنا ونرأوهم رعاية شاملة وفقا لإمكانيات اللجنة واللجام محدودة الموارد في بعض المناطق ندعمها من هنا وبدءا بسداد الإيجارات لدينا برنامج وسلة غذائية شهرية في بعض المناطق بطاقهم مغنطة يتفق مع بعض الأسواق التجارية وأيضا ما يصرف عينيا من مواد غذائية وكسوة في هذا اليوم مثلا إحدى الشركات الملابس المشهورة في المملكة أبلغوني بتقديمهم تسعة آلاف ثوب جميع المقاسات خاصة لأسرة السجناء كسوة عيد نحن نتلقى مثلا هذا الدعم شركات الألبان شركات الأغذية ليس ذلك فحسب بل حتى متابعة توضاعهم الدراسية التسرب العز الدراسي نحاربها وكما نحتاج إلى دروس تقوية نظرا لوزار التربية والتعليم لها عضوية معنا في اللجنة رعايتهم الصحية في المستشفيات الحصول على منح دراسية توفير وظائف الوظائف لدينا متاحة لكل من يرغب من أبناء أسرة السجناء أو من المفرج عنهم وبمزايا جيدة في القطاع الخاص مدعومين بقرار من معالي وزير العمل باحتساب الموظف منهم بإثنين في مجال السعودة هذه الميزة أعطت حافز للشركات أن تقدم وظائف لهذه الفئة خاصة بعد نظام النطاقات أصبحوا أن يطلبون وظائف من هذه الفئة وإن لم يكن مؤهلا وآهلا أدينا العد الكافي من البرامج التدريبية دون حدود ومتخصة فيما يطلبه سوق العمل مولا من الصندوق الخيري الاجتماعي يمول هذه الفئة صندوق الموارد البشرية صحيح؟ لا الصندوق الموارد البشرية يدعم بعد التوظيف بعد التوظيف لمدة عامين بحد أدنى لأجزاء ثلاثة هلاف نصف الراتب ولدينا معهم التفاقية موقعة لكن الإيجاد الوظيفة وإيجاد التدريب إيجاد الوظيفة من قبلنا ومباشرة اتصالاتنا لكن تدامين التأهيل واستكماله لمن لم يؤهل داخل السجن سواء مهنيا أو فنيا أو إداريا من قبل الصندوق الخيري الاجتماعي بما فيها المنح الدراسي وحتى البعثات الدراسية أستاذ فهد الآن نعرف أن عائلة الأسرة مسجون غالبا هو الرجل الرفض الاجتماعي للأسرة هذه ما نقول أنهم تحلونها لكن كيف نعانجها المشكلة هذه لأن الطفل يروح مدرسة البنت يروح مثلا مدرسة أو جامعة الأم في مجتمعها في محيطها في رفض اجتماعي ونحن نعرف هالشي عاداتنا وتقاليدنا وإلى آخر نحن ما نقولها هيقبلونهم على طول لكن كيف نكسر الحاجز أنه مذنبهم يعني أو غلطة وممكن تنتهي طبعا الخطوة الأولى أن كيف الأسرة نفسها كيف تستطيع أن تتقبل نفسها في المجتمع بعض الأسر للأسف أنها تكون هي تنغلق على نفسها ولا تستطيع أن تتعايش مع الناس الأخرين فهو الدور الأساسي الذي تقدم مثلا الجهات الاجتماعية استشارات وتدريب نقدم الدعم للأسرة نفسها كيف تستطيع أن تعلم من هذا الخطأ الذي وقع فيه مثلا رب الأسرة بل يجب أن نكون مثلا هذا الداعم قوي أو مثلا محفز كبير جدا للأسرة أنها تبرز نفسها بجانب إيجابي جيد تستطيع أن تتعايش مع المجتمع هي ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة توعية المجتمع بأن هذه الأسرة أي كان يعني خطأ رب الأسرة أن هذه الأسرة ليس الهدم أبو فادي نصيحك الأخيرة للسجنة المدونين ماذا تنصحه؟ ربما أنا ننصح من لم يسجن أولا أن يبتعد عن الاقتراض قدر الإمكان وإن لجأ يلجأ إلى أقارب الذين لا يخشى أن يقيمون عليه دعاوة ويدخلوا للسجون ومن أدخل السجن فليعتبر من هذه الحادثة وليعتبره درسا لا يعود إليه ويسعى لحل مشكلته وتكون درسا له حتى لا يعود هو ولا سواه أن يحذر أبناءه وأسرة من الاقتراض حتى في غيابه نورا لأن المشكلة تبدأ تتراك من تصبح تراكمية لدينا أيضا الدعم التي تقدمها اللجنة والضمان الاجتماعية تولى هذه الأسر بمورد ثابت شهريا وما يكفيهم الحد الأدنى ويقيهم الحاجة والعوز نصيحك أستاذ فدل أخيرا نصيحة أول شأن يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأثار الشرعية مترتبة عليها وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التدين أيضا تأمين مصادر دخل مأمونة وأيضا اجتهاد كثير منهم عندها صحة وقوة وعافية ولكن تجد أن يلجأ للسدانة ولا يبحث عن مصدر دخل إضافي شكرا لك سيد فهد شكرا لك أبو فهد على هذه المعلومات وعلى هذه الإثراء بالموضوع المدينيات والسجنة شكرا لكم مشاهدة الكرام أيضا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة